منظر لا يتكرر إلا في العراق بكل صراحة وأسولف عن هاي العراضة التي تستحق التعزية بشكل مختلف تماما حيث الوفاء والطيب والإنسان اللي يزرع العلم والمعرفة درسك بصف ما ننساه أفراقك مو بالحين بهاي العراضة يودع طلبة مدرسة الجداول الابتدائية أستاذهم المرحوم المرب الفاضل سليم يونس نعيس آل شيحان في منطقة خفاجل الغراف في محافظة الناصرية هاي العراضة العفوية أحبة المشاهدين استمرت لأربعة أيام على التوالي والآن كل مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتأثيرها الإنساني العميق رجاء أحبة المشاهدين سوية لنشاهد هذا الدرس الإنساني المفعم بالحب والوفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة